السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو رح يكون عبارة عن مراجعة للس 10 بلس وأيضا للس 10 اي طبعا أنا عارف أنه فيه الاس 10 لكن من وجهة نظري الشخصية وأتمنى أنكم تشاركونوا برايك في هذه التعليقات أنه الأشخاص رح ينقسمون ما بين كلا الهاتفين الأول رح يبحث عن أقوى الموضفات بشاشة كبيرة وبطارية ضخمة رح يكون بكل تاكيد لصالح الاس 10 بلس ولكن فيه أشخاص تفضل أنه رح يكون فيه هاتف قوي لكن بحجم لا زال صغير هذا الحجم اللي بدانا نفتقده بشكل كبير من العام 2018 موجود مع الاس 10 اي بموصوات بين قوسين تقريبا موجودة في الاس 10 بلس طبعا فيه اختلافات في كل تأكيد يعني على سبيل المثال السماك الخاصة بالاس 10 اي والوزن 7.9 مليمتر و150 جرام أروح مثلا للاس 10 بلس 7.8 مليمتر و175 جرام طبعا هذه نسخة غريلا غلاس الجيل السادس لكن لو خذيت نسخة السيراميك فهنا رح يكون بوزن أعلى 195 جرام كلهما بدون تصنيع جدا 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 عالية غريلا غلاس الجيل السادس جهة الأمامية وجهة الخاربية IP60A 3.5 متر USB Type-C الأزرار باستجابة جدا رائعة الزر اللي هو بين قوسين قابل للبرمجان وعمام مع البيكسبي رح يكون موجود على كل هاتف محمول شريحتين مع خيار استبدال الشيحة ثانية بالذاكرة الخارجية ما العلم أنه الـ S10e رح يكون إما أن يكون 6 أو 8 جيجا بايت بينما موجود في الـ S10 Plus رح يكون 8 أو 12 جيجا بايت والسعاد تخديري تلعب دور جدا كبير 128 أو 156 جيجا بايت للـ S10e بينما موجود في الـ S10 Plus رح يكون إلى 1 تيرا بايت مع الـ 12 جيجا بايت للذاكرة العشوائية فأرجع وأقول أنه مسكة الجوال لما تبغى تمسك الجوال رح يكون بكل تأكيد صارح الـ S10e وأنا وقع في غرام حجم هذا الهاتف اللي أعتقدنا بشكل كبير جدا من العام 2018 طبعا الـ S10 Plus رح يكون أيضا أجمل من وجهة نظري بسبب انحناء الشاشة وتناسق الشاشة مع الجودة والتصميم الخاص بالهاتف من الجهة الخلفية لكن أرجع أقول أنه مسكة الجوال رح تكون لصالح الـ S10e جمالية الهاتف رح تكون لصالح الـ S10 Plus الشاشة اللي لاحظة أنها منحنية مع الـ S10 Plus مع إطار يعتبر بمساحة أقل ما هو موجود في الـ S10e لاحظ أنه بالشاشة مسطحة ما هو منحنية الآن كشاشة غير منحنية أعتبرها كويس برضو أمانة ما فيديك الاستفادة كبيرة من إنحناء الشاشة لكن لو خيرت وش رح تختار هل تفضل الشاشة المسطحة أو الشاشة المنحنية بكل تأكيد رح تلاحظ أنه فيه كاميرا أمامية مسوية ثقب واحد فقط بينما هو موجود في الـ S10 Plus رح تشوف أنه فيه كاميرتين فما أخذها مساحة أكبر بشوي ما هو موجود في الـ S10e لاحظ أيضا في الجهة الخفية وهنا نشوف أبرز وأقوى الفروقات أنه فيه ثلاث كاميرات مع مستشعى دقات القلب بينما ما هو موجود في الـ S10e فقط كاميرتين الكاميرا الأساسية اللي رح تكون مشتركة ما بين كل الهاتفين هي 12 ميجا بيكسل دول بيكسل فتحة العدسة قابل للتغيير بشكل هاردوير من 1.5 إلى 2.4 مع المثبت البصري هذه موجودة على كل هاتف محمول طبعا الـ S10e والـ S10 Plus برضو متشركان في مسألة العدسة واسعة النطاق كنت أتمنى يكون فيه تركيز تلقائي على كل هاتف محمول لا كانت النتائج أفضل لكن العدسة واسعة النطاق أفضل بكثير من وجهة نظري من عدسة التقريب وهذا الشيء كويس اللي سويته سامسونج مع الـ S10e واللي تخلت العدسة الثالثة الموجودة فقط في الـ S10 Plus في مسألة تقريب بصري إلى مرتين الكاميرا الأمامية كلها هم مشتركان في نفس الشيء 10 ميجا بيكسل فتحت الـ S1.8 لكن لا تنسى أن الكاميرا الأمامية الثانية الخاصة بـ S10 Plus هي عبارة عن مسألة العمق 8 ميجا بيكسل مع فتح الـ S2.2 كلاهم راح يقدم لك 4K مع 60 إطار بالثانية ما عندك أي مشاكل 960 إطار بالثانية مع سلو موشن برضو موجود على كل هاتف محمول نتائج الصور أمانة تعتبر ممتازة على كل هاتف محمول من نحت الصور والفيديوهات ليس الأفضل بكل تأكيد ممكن نحطها في المركز الثاني بعد البيكسل في مسألة الصور ولكن أجده في الفيديو على سلسلة السامسونج بشكل عام أجدها رائعة جدا رائعة وخاصة أن الألوان تكون فلات فتقدر تنقلها على برامج التحرير وتعدلها وتغيرها بدون ما تتأثر الجودة وهذا الشيء فعلا عجبني صراحة مع سلسلة السامسونج الكاميرا أمامية أقدر أقول أنها أيضا ممتازة لكن في التصوير الليلي وخاصة السيلفي يعني ما هي بالأفضل لازلت أطلق من سامسونج أن يكون فيه نايت مود بشكل مستقل بدل من خطيط الذكاء الاصطناعي وأتمنى أن يكون فيه خاصية مستقلة لكانت النتائج أفضل مع التصوير في الإضاءة ضعيفة بشكل عام ما رح يخيبو ربك أقدر أقول لك وبكل ثقة أنه ما رح يخيبو ربك وهذا فيديو بدقة 4K مع 60 إطار بالثالث مرايق من ناحية الجودة أنا رح تلاحظ أنه ما في خيارات للتحكم بالعدسات الترافق مع الفور كيس 60 إطار بالثالث لو أطلت أفضلين فيه الموضوع ممكن رح يكون متوفر أو مختلف مدخل جوا لنجرب مدخل رئيسي من هنا رشكا جرب ربك بسم الله لبداع الإضاءة الممتازة ندخل جوا الإضاءة الضعيفة ونشوف كيف الأداء 4K مع 60 إطار الثانية شيء مجنون الاثنين بأقوى المعالجات الأكسرنات 920 يعني هذا المعالج ممتاز وأثبت جدارته مع الألعاب القوية واي فاي طبعا 6 طبعا وهذا الشيء ممتاز كأول هاتف في العالم نزود بواي فاي 6 لكن في مثلة البطارية الآن كل هاتف رح أقدم لك الشحن السريء لكن لا ستستخدم الشاحن موجود بداخل الصندوق لأنه جدا جدا بطيء وأتمنى سامسونج تغير هذه السياسة وتقدم شاحن أسرع بداخل الصندوق أدري أنه في شيء نقدر أشتريها بالخارج لكن هذا الشيء اللي كنت أطلبه وأيضا كلهم يدعمان خاصية الباورشير الشحن العكسي وأيضا الشحن اللاسلكي فزي ما أنتم لاحظ كلهم متشاركا في كثير من النقاط لكن الاختلاف الجوهري الكبير في مسأة حجم البطارية لأنه الاس 10 اي رح يكون بطارية 300 ميلي امبيع رح مثلا للاس 10 بلاس فهو 4100 ميلي امبيع الفارق 1000 ميلي امبيع فبيكون تأكيد زي ما خاص بتشغيل الشاشة مع التجربة المتوسطة إلى المكثفة أعطاني أربع ساعات و 5 دقائق مع الاس 10 اي أو 4 دقائق بالضبط يعني لو تبغيها بالميلي لكن لما تروح الاس 10 بلاس فبكل تأكيد ممكن تصل بالراحة إلى 7 ساعات ففي فارق جوهري من ناحية أداء البطارية أمانة أجد البطارية ممتازة على الاس 10 بلاس لكن بنفس الوقت الاس 10 اي إذا كان استخدامك من العادي إلى المتوسط فممكن يصمد معك إلى النهاية الشاحن يكون معك وين ما تروح أيضا من ضمن الاختلافات هي مسألة الالتراسونيك في مسألة البصمة الآن الالتراسونيك الموجات فوق الصوتية البصمة موجودة على شاشة هذا الهاتف مو تعتبر الأأمن وقارنة بأي هاتف في عالم الاندرويد وبالفعل أجدها باستجابة ممتازة لكن بعض أحيان تحتاج تضغط قوة بعض أحيان بس نقرة بسيطة يمكن تحديثين حل هذا موضوع لكن بشكل عام أقل أقول ممتازة لكن لما تروح للإستنئيف فما في بصمة موجودة على الشاشة بينما البصمة موجودة في الجهة الجانبية ومن خلال تجربتي العد من الهواتف اللي تقدم بصمة في الجهة الجانبية غالبا 99.99% الأداء ما رح يكون كويس من ناحية سرعة فتح القفل لكن أتوقع بشكل سريع جدا لمسة وحدة ما حتى تضغط على زر الطاقة لمسة وحدة وهو رح يتكفل بالباقي فهذه كانت مراجعتي لكل الهاتفين كل هاتف رح يقدم لك شيء إذا اخترت الـ S10 Plus فأنت تبغى الأداء القوي تبغى الشاشة الكبيرة وأيضا تبغى الهاتف المحمول ما رح يقول لك لا من ناحية البطارية والكاميرا الثالثة تقريب البصري أنت تبغى الـ S10 E فهذا يعني أنه تبغى الحجم يهمك الحجم بالدرجة الأولى وبعدين تقريبا بعض المواصفات الموجودة في الـ S10 Plus موجودة مع الـ S10 E بشكل عام أنا واقع في غرام هذا الجواز صراح الـ S10 E ممتاز صراح من ناحية التحكم فيه ويقدم لك تقريبا نفس المكانيات الموجودة في الـ S10 Plus طبعا لا تنسى في فرق في حجم الشاشة إذا كان هذا الشيء يهمك فنعم في فرق لأنه قاعد نتكلم عن الشاشة مسطحة 5.8 إنش وفقط محصورة على 1080p بلس والكتاب بيكسلات 438 بيكسل لكل إنش لكن لما تروح مثلا للـ S10 Plus فرح تشوف أنه هذا الهاتف رح يكون عبارة 6.4 إنش وبدرجة وضوح أعلى Quadrate 3 بلس لكن هنا 6.4 إنش و 522 20 بيكسل لكل إنش الآن كالوقت الرقام بكل تأكيد رح نقول S10 Plus لكن مع الاستخدام اليومي مع المهام اليومية مشاهدة المحتوى والله ما واجهت فيها أي مشاكل نهائيا يعني شاشة رائعة على كل هاتف محمول ما عندي أي ملاحظة فيها الـ Dynamic HDR ممتاز ويعمل بشكل رائعي جدا فما رح يخييب أملك فلو خيرت وش رح تختار S10 Plus أو S10 E يمنى رأيك في خانة بالتعليقات شوفكم خير إن شاء الله بالسلامة